السلام عليكم ورحمة الله واهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشي والاعمال اليدوية انا رشا وان شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة اه طريقة عمل شيل مسلس في المنتهى السهولة والرقة وكمان هنتعرف مع بعض على طريقة عمل الشرشيب بتاعة الشيل بطريقة مختلفة وبسيطة فتابعوا معايا الفيديو لحد النهاية وان شاء الله هتستفيدوا جدا دا غير ان الغرزة بتاعتنا رقيقة ومناسبة للمبتدئين وكمان مش بتحتاج خيط كتير يعني الشالة المتوسط المسلس طبعا بنحتاج من اربع لخمس شلات انا هستخدم معاكم الخيط ده هوريكم طبعا الكتعة اللي انا اشتغلتها اهو ده الخيط اللي انا هستخدمه معاكم ومع ابرى رقم تلاتة ونص مليمتر لو كنتوا لسه بتشوفوا الفيديو الاول مرة وبتشوفوا القناة الاول مرة فاشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد نبدأ كده بسم الله انا في البداية هشتغل الاول هشتغل طبعا عقدة البداية لفة بسيطة بالشكل ده وبدخل بالابرة واشتغل سلسلة وبشد طرف الخيط القصير ودي عقدة البداية بعدها هرتفع عدد من السلاسل هكون به حلقة صغيرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل بس هشد كده عقدة البداية هاي كده السلاسل واضحة خمس سلاسل هروح على السلسلة رقم واحد هدخل واضبط الخيط واضلع من الحلقتين اللي عندي وبعد كده هرتفع سلسلة اتنين تلاتة واعتبارهم اول عمود بلفة ونشتغل العمود التاني عمود بلفة بنتلع من لفتين وكمان لفتين مبس اشتغل العمود رقم تلاتة شغل هنا اعمدة بلفة وطبعا هنشتغل بجرزة الباف مصبوط كده انا كده اشتغلت تلاتة اعمدة بلفة هنا هيبقى فيه عندي فاصل سلسلة اتنين اتنين سلسلة بس وهرجع اشتغل مجموعة جديدة تلاتة اعمدة بلفة بنطلع من لفتين وكمان لفتين مصبوط كده نشتغل العمود التاني كل مجموعة هتبقى تلاتة اعمدة بلفة ودي كده العمود التالت لاحظين الخيط بتاع البداية واخدام عيه تحت الاعمدة ونرجع تاني اتنين سلسلة وهاشتغل المجموعة التالتة تلاتة اعمدة بلفة نزم الجزء بتاع البداية نشتغله مع بعض من بدايته لنهايته هشتغل هنا المجموعات بتاعة الاعمدة تمام كده ده العمود التالت تلاتة اعمدة بلفة انا اشتغلتهم كده عندي تلات مجموعات فاضل المجموعة الربعة اشتغل اتنين سلسلة واشتغل المجموعة الربعة جوا نفس الحلقة طول ما انا شغالة واخدى خيط البداية معايا تحت الاعمدة والجزء اللي هيتبقى منه في النهاية هاقصه بالمقص لكن احنا كده قمنا طرف الخيط كويس جدا ادي التلات اعمدة بلفة يبقى انا كده عندي اربع مجموعات ما بين كل مجموعة والتانية اتنين سلسلة فاصل نرتفع للسطر الجديد هرتفع هنا سلسلة اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل انا نسيت اقول لكم الغرزة بتاعت الشيل ده من تكرار سطرين انا عندي هنا تلات فراغات هنبدأ طبعا اه في التكرار بس لسه انا هنا في الفراغ الاول هدخل و هشتغل برضو تلات اعمدة بلفة هشتغل هنا صدفة هتبقى سبتة معايا على جانبين الشيل اه شمال ويمين لحد نهاية الشيل ادي تلات اعمدة وفاصل تلاتة سلسلة وكمان تلات اعمدة بلفة سبتين على الجزء ده الصدفة دي هشتغلها على الجانبين تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود ودي العمود التالت مظبوط كده اشتغلنا تلات اعمدة بلفة دي اول صدفة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة وبعد كده هشتغل سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل بنشتغلهم وفي الفراغ التاني ده هدخل و هشتغل جرزة حشو نرجع تاني نشتغل خمس سلاسل مظبوط كده خمسة و هروح على الفراغ رقم تلاتة اخر فراغ عندي هنشتغل في صدفة زي دي ندخل هنا ونشتغل انا الجزء اتا طبعا بعد كده هختصره معاكم علشان ما نضيعش وقتنا لكن طبعا من الافضل دلوقتي ان احنا نشتغله لحد النهاية اكمل كده الصدفة اشتغل تلات سلاسل وارجع تاني اشتغل تلات اعمدة بلف يبقى ده الشكل عندنا لحد دلوقتي كده خلصنا السطر بنرتفع للسطر الجديد برضو سبتين عليها اربع سلاسل لكل سطر الجديد بنرتفع اربع سلاسل وبلف الشال و هروح على اول فراغ عندي اللي هو فراغ الصدفة اللي هو ده هدخل و هشتغل نفس الصدفة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة اشتغل تلات اعمدة تمام كده نكمل فاصل سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل و هدخل هنا الاول فراغ هيقابلني اللي هو فراغ الخمس سلاسل و هشتغل حشب هرجع تاني هشتغل سلسلة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة الجرزة دي سهلة اول فاصل عندنا ما بيتغيرش و على الفراغ اللي بعده هشتغل حشب و نرجع تاني نشتغل خمس سلاسل يعني حتى في سطور التكرار الفاصل عندنا برضو خمس سلاسل ده الشكل عندنا هلف الخط على الابرة و هروح على فراغ الصدفة و هشتغل صدفة جديدة زي ما اتفقنا تلاتة اعمدة تلات سلاسل تلاتة اعمدة كده ماشين مزبوط نرجع نرتفع اربع سلاسل للسطر الجديد واللي في شال واول حاجة بنبدأ بيها ان احنا بنشتغل في فراغ الصدفة بنشتغل صدفة جديدة هدخل هنا و هشتغل نفس الصدفة علشان ما نضيعش وقتنا هسيبكو هشتغلها بسرعة و هرجعلكو خلاص اشتغلت الصدفة تلاتة اعمود تلاتة سلسلة تلاتة اعمود وبعد كده خمس سلاسل وهنا هنبدأ آآ في اول صدر هنشتغل في البف اشتغل هنا بس كده في الفراغ الاول حشو و خمس سلاسل مزبوط كده وفي الفراغ اللي في المنتصف او الفراغ التاني انا عندي تلات فراغات هندخل و هنشتغل هنا بف بعد ما لفت الخيط على الابرة بدخل اول مرة بارتفع ارتفاع العمود بلفتين الف الخيط على الابرة و ادخل اخد الخيط للمرة التانية اهو كده اتنين تاني مرة التالتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع مرات شايفين اللفات مزبوطة على الابرة ركز مع بعض في الخطوة دي مسك الخيط كويس زي ما انتو شايفين باطلع من كل اللفات معا ده اخر اللفة الخيط اللي انا مسكة بقديه ده بدخل فيه كده انا معايا تلات لفات على الابرة الخيط ده لازم بقشده كويس بعد كده باطلع من تلات لفات مرة واحدة وبشد كويس علشان البف تقفل ولسه برضو هكررها تاني معاكو دلوقتي يعني هي الغرزة دي عايزة تبقى مجدودة شوية بعد كده بشتغل تاني خمس سلاسل وبروح على الفراغ التالت خلاص احنا كده بنقفل السطر ده انا هنا يبقى عندي واحدة بف واحدة ادي اخر فراغ هدخل هنا وهشتغل جرزة حشو ونرجع تاني نشتغل اخر خمس سلاسل ادي خمس سلاسل وهروح على فراغ الصدفة وهشتغل اخر صدفة في السطر ده بنفس الطريقة انا طبعا هشتغلها دلوقتي بسعيز اوريكو شكل البف غرزة بسيطة اوي اوي دلوقتي هقفل السطر ده هشتغل السطفة اللي في نهاية السطر تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود هنا وخلاص اشتغلت الصدفة اللي في نهاية السطر يعني وارتفعت لسطر الجديد اشتغلت هنا خلاص هدي الصدفة اللي انا اشتغلتها وارتفعت 4 سلاسل اشتغلت الصدفة في بداية السطر الجديد وتعالوا نشتغل السطر الجديد مع بعض. بدأنا طبعا بالصدفة. ودي البوف. عايزين البوف تبقى بالشكل ده. نبتدي شغلنا بخمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل. واول فراغ يقابلني هشتغل فيه غرزة حق. السطر ده عبارة عن فراغاته بس. وتاني خمس سلاسل. هيبقى سطر سريع جدا معاكم. عندي هنا الفراغين دول قبل البوف وبعدها. هدخل كده في الفراغ اللي قبل البوف وهشتغل حشو. ونرجع تاني نشتغل خمس سلاسل. شايفين الفواصل عندنا ما تغيرتش من البداية. خمس سلاسل فاصل ما بيتغيروش. ودي الفراغ اللي بعد اللي بوف اشتغل فيه حشو. وتاني هرجع اشتغل خمس سلاسل. وهنا في اخر فراغ هشتغل جرزة حشو. وتاني خمس سلاسل. يبقى كده شغلنا بيعتمد على سطرين فقط. السطر بتاع البوف والسطر بتاع الفراغات اللي بنكونها. اشتغل الصادفة. خلاص اشتغلت الصادفة. هنا اللي في نهاية السطر. تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود. معلش بيأكد عليكم. ادي هنا فراغ. اتنين. تلاتة. ودي الفراغ الرابع. ودي الفراغ رقم خمسة. يعني علشان لو حابين تعدوا معي. وتتأكدوا من شغلكم ان هو ماشي مزبوط من البداية. عندي هنا خمس فراغات. الفراغات دول هشتغل عليهم بوف في السطر اللي جاي. طبعا عدد البوف معانا هيزيد. نشوف مع بعض كده نرتفع اربع سلاسل للسطر الجديد. وبالف الشال. وهشتغل هنا الصادفة اللي في بداية السطر. سريعا كده اشتغلتها. وزي ما اتفقنا. الفاصل بتاعنا خمس سلاسل ما بيتغيرش. اشتغل خمس سلاسل. بس برضو تابعوا معي الفيديو لحد النهاية. وادي الفراغات. هبدأ هنا من اول فراغ هدخل واشتغل ورزة حشو. وتاني باشتغل خمس سلاسل. انا في فراغ باشتغل حشو. وباجي على الفراغ اللي بعده اشتغل بوف. ما بيبقاش فيه بوف فوق التانية. هادي الفراغ. يعني علشان برضو تبقوا وتتأكدوا ان انتو ماشيين صح. هادي اول مرة. ونرتفع. ودي المرة التانية وانسيت اقول لكم برضو اه انا هنا دخلت سبع مرات. لو حابين على حسب سمك الخيط اه تدخلوا مسلا ست مرات او خمسة او حتى تزودوا عن تمانية ما فيهاش اي مشكلة ولا بتأثر على طريقة العمل في حاجة. دخلت كده سبع مرات. نركز مع بعض. ادي اللفات مظبوطة على الابرة. اهم حاجة بمسك الخيط ده بايدي. وبدخل اخد الخيط واطلع من كل اللفات معادة اخر لفة. انا ما زلت لسه مسك الخيط بايدي. بدخل كده بالابرة. كده انا معايا تلات لفات. شايفين اللفات كلها مجدودة. باطلع من تلات لفات ونشد كويس. شايفين البف مظبوطة وده الشكل اللي احنا عايزينه للبف. حاسين ان هي عريضة شوية مش منتفخة. برجع تاني اشتغل خمس سلاسل. هروح على الفراغ اللي بعده شايفين? هنا بنشتغل حشو. ما اشتغلناش بف فوق التانية. ونرجع نشتغل خمس سلاسل. وعلى الفراغ ده هشتغل بف جديدة. دخل هنا وناخد الخيط ونرتفع ارتفاع العمود بلفتين او زي ما تحبوا. لو حابين العمود بلفة ماشي. على حسب ما انتو حابين حجم البف قد ايه? سبع مرات وفي كل مرة بناخد الخيط ونرتفع نفس الارتفاع. واللفات تبقى مفروضة على الابرة بالشكل ده. كل ده بيفرق في النهاية في شكل البف وبيخلي الشال كله الغرزة بتاعته مزبوطة. ايه دي اللفات كلها. مسك الخيط بقداية وباطلع من كل اللفات. معايا لفتين على الابرة. ايه دي الخيط. اهو مزبوط كده. اللفات كلها مجدودة. باطلع من التلات لفات مرة واحدة. وبرجع تاني برضو بشد الخيط. وخلاص كده بشتغل خمس سلاسل. بنشتغل حشو وبف حشو وبف على الفراغات اللي عندنا. وهنا كان عندنا خمس فراغات. اخر خمس سلاسل باشتغلهم في السطر. وبروح على الفراغ بتاع الصدفة واشتغل صدفة جديدة. نشوف بس الشكل مع بعض نزبوط كده الشكل بتاع البف. حجم البف كده معقول طبعا بالنسبة لصمك الخيط اللي معايا. هوريكوا الكتعة اللي انا اشتغلتها الكتعة التانية بخيط تاني ارفع من ده. هقفل دلوقتي السطر وهرتفع للسطر الجديد وهرجع له. خلاص ارتفعت للسطر الجديد وقفلت السطر بتاعي وهنا معايا تلاتة بف. ادي الصدفة وارتفعت اربع سلاسل واشتغلت صدفة جديدة. عندنا سطر بف وسطر فراغات. انا خلاص اشتغلت السطر بتاع البف وصلت لحد اتنين بف. ده شكل البف شايفين مفروضة ازاي? نبدأ السطر بتاعنا. نبدأ بخمس سلاسل. السطر ده كله فراغات. هروح على اول فراغ هيقى بيني وهاشتغل الحشو. وهكمل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. خمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو. ونعد برضو الفراغات مع بعض في النهاية. اشتركوا في القناة طبعا هكمل الصدفة. بس عايزة وريكم الفراغات. نعد كده مع بعض الفراغات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. كان عندي الفراغات في الاول خمسة. يعني الفراغات في كل مرة بناتزايد الفراغات بتزيد اتنين. والبوف بتزيد واحدة. سريعا كده انا هكمل الصدفة هنا وهرتفع برضو للسطر الجديد. خلاص كملت الصدفة. نبدأ بقى في السطر بتاع البوف. انا طبعا بشتغل معاكم. علشان تشوفوا التزايد بيمشي ازاي. لكن الغرزة في منتع السهولة. ادي اول خمس سلاسل. والشراشيب برضو بتاعت الشال تحفى بصراحة. ودي حشو في اول فراغ. ونشتغل خمس سلاسل. احنا كده خلاص اشتغلنا حشو في اول فراغ. نيجي على الفراغ اللي بعده. نشتغل البوف. شايفين الفراغات آآ البوف بتبقى واخدة ميل. مفيش بوف فوق التانية. ندخل هنا ونشتغل البوف. يعني هكملهم سبع مرات. احنا عرفنا خلاص الطريقة. وهنا حشو وهنا هيبقى في بوف. وهنا هيبقى في حشو وهنا بوف. يعني طريقة العمل. ماشيين بنفس الطريقة اللي عملناها في السطور اللي فاتت. سطر بوف وسطر فراغات. وبنفضل نكررهم. وعندنا الفواصل خمس سلاسل ما بتتغيرش. ويتعالوا اوريكوا الكتعة اللي انا اشتغلتها. طبعا انا ارتفعت عدد من السطور بنفس طريقة العمل كده. نفس طريقة تكرار السطرين دول. مشيت بيها. عايزة بس كده اصبت الخيط. اوه شايفين. فضلت اقرر السطرين دول. وده الخيط اللي انا استخدمته في الكتعة دي. هو خيط طبعا مهير. خيط رفيع. لو اشتغلت وشال متوسط ممكن تحتاجه يعني تقريبا هنقول اربع شلات. وبرضو على حسب غرزة الباف هتخلوها ازاي. يعني ممكن تخلوها قليلة ممكن تخلوها زيادة. ده الخيط اللي انا استخدمته فيها. زي ما تحبه. بس ممكن تعمله حسابكو يعني في اربع خمس شلات بيك كتير. وده رقم الخيط لو حبيته تجيبوه. الدرجة بتاعته جميلة جدا جدا. درجة البيش دي بتليق على الوان كتير. وفيه خمسمية وخمسين متر. طبعا ده لان الخيط رفيع. ومعي هنا قبرة رقم اتنين ونص ملي متر. والخيط المهير طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى جميل جدا في شغل الشال. يبقى احنا هنمشي بنفس تكرار السطرين بتاعنا. شايفين هنا بخيط إليس بيبي سكرم حجم الباف. انا برضو في القطعة التانية دخلت سبع مرات. لكن طبعا لان الخيط سميك شوية في إليس بيبي سكرم. هو برضو خيط جميل جدا في شغل الشال. وفيه منكو يعني انا عارفة مش بيحب الخيط الرفيع في الشغل. فإليس بيبي سكرم هيبقى مناسب. والخيط ده مناسب جدا ولايق على الغرزة. اللي هو الخيط المهير إليس أنجورا جولد. دلوقتي تعالوا نشتغل مع بعض الشرشيب بتاعة الشال. بطريقة سهلة جدا جدا. هنا هنشتغل الشرشيب في مكان الأربع سلاسل الارتفاع. على الجانبين. انا طبعا بشتغل معاكم نموذج مصغر. وهلق على حاجة برضو في نهاية الشغل. احنا دلوقتي آآ معايا طبعا السطر بتاع الباف. نهاية بيه لكن انا عايزة انهي شغلي في الشال. بالسطر بتاع الفراغات. هنا. مش عايزة انهي الشغل بالسطر بتاع الباف. فانا سريعا كده هرتفع الأربع سلاسل. طبعا انا هكمل السطر ده. وبلف الشال. هبتدي هنا اشتغل اول صدفة. تلاتة عمود. تلاتة سلسلة. تلاتة عمود. وادي العمود. التالت. وتلات سلاسل فاصل. ونشتغل تلاتة عمود. انا عايزة انهي شغلي في الشال بالسطر بتاع الفراغات. لانه هيبقى اسهل ان انا اشتغل عليه في النهاية الجرزة اللي انا عايزها. سواء حشوة او نص عمود. يعني هتبقى مظبوطة اكتر. وتدي اه القاعدة. تبقى يعني بشكل مستقيم. هتبقى مستقيمة ومفروضة. مش طلعة ونزلة. وده طبعا اللي احنا عايزينه. اكمل السطر ده. السطر بتاع الفراغات. سريعا هكمله. وخلاص كده اشتغلت السطر بتاع الفراغات. شايفين السطر ده مظبوط اكتر. وهذه الفراغات اللي انا كونته. مظبوط اكتر من السطر بتاع الباف. هشتغل عليه اي غرزة انا عايزها في قاعدة المسلس او الشال. هتريحني مش هتبقى متعبة. بعد ما انا هيت كده شغلي في الشال. على اساس كده ان انا خلصت الشال. اشتغلت هنا السطفة اللي في النهاية. نبدأ نشتغل الشرشيب. من غير منقص الخيط. شغالين بالخيط على طول. دي الاماكن. زي ما قلت لكم. مكان الاربع سلاسل الارتفاع. دي الاماكن اللي انا هشتغل فيها. نبدأ كده بسم الله. باشتغل سلسلة واحدة بس. وبارتفع. ارتفاع العمود. بتلات لفات. ما تقللوش عن كده. انتم ممكن تزودوا عن كده كمان. شايفين انا بقيسه ازاي. مش هنجيب مصدرة طبعا. بس عايزينه يبقى مظبوط. وبطلع بالشكل ده. بدخل تاني اخد الخيط واشتغل ورزة حشو. معايا رفتين خيط بطلع منه. استنوا لسه هكرروا معاكو تاني. شايفين انا ارتفعت قد ايه. تاني. باشتغل سلسلة. وهنرتفع تاني نفس الارتفاع. هنقيس ازاي. شايفين بقيس على صباعي بالشكل ده. ايه كده قد عقلة الصباع. ندخل في غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها. ونرتفع. ادي مرة. وادي المرة التانية. والمرة التالتة. وندخل تاني في الحشو. وادي المرة الرابعة. واخر مرة رقم خمسة. وزي ما تحبوا لو حابين تزاودوا عن خمس مرات. ونطلع من كل اللفات. ونقفل عليها بسلسلة. يعني انا اشتغلت بوف بالشكل ده. خمس مرات. وبعد كده هرجع تاني ارتفع نفس الارتفاع. فكل مرة عايزين نفس الارتفاع. شايفين انا بقيس ازاي. يعني بشكل هيبقى سريع. وتاني. بطلع. وبيخد الخيط وبشتغل غرزة حشو. كل الحلقات اللي انا بشتغلها الطويلة دي. عايزينها تبقى قد بعضها. حابين تزاودوها عن كده كمان زاودوها. ودي الاربع سلاسل اللي بعدهم. كان فيه سلسلة بعد الحشو كان مفروض اشتغلها. بس انا نسيت بصراحة. بادخل هنا في الاربع سلاسل. وباشتغل غرزة حشو. تقول بس كده مظبوط. واشتغل غرزة حشو. شايفين شكل الشرشي برأيه قوي قوي. يعني انا خلتها معقولة. لا خلتها طويلة ولا خلتها قصيرة. تاني باشتغل سلسلة. وهكرر تاني طريقة العمل. بارتفع. ارتفع العمود بتلت لفات او لو حابين تزوده. وبطلع من الحلقة. بدخل تاني اخد الخيط واشتغل غرزة حشو. باشتغل. بعد الحشو باشتغل سلسلة. بارجع تاني ارتفع نفس الارتفاع. وبنقيس كده. مسك الخد كويس. كده مرة. كل مرة بدخل في الحشو. ودي المرة التانية. وطبعا كل مرة بدخل بارتفع بالابرة تاني لنفس الارتفاع. بندخل في الغرزة خمس مرات. لو حابين ان الغرزة تبقى واخدى حكمة ازيد. اه ادخلوا سبع مرات او كمان تمانية. وبرده هو على حسب سمك الخيط اللي انتو بتشتغلوا بيه. ندخل كده في الغرزة خمس مرات. ومعايا كل اللفات على الابرة. بطلع من كل اللفات مرة واحدة. وبقفل عليها بسلسلة. وبس هي دي طريقة العمل. ونرتفع نفس الارتفاع. كده مسك الخيط كويس. اهو بنرتفع نفس الارتفاع. مسك الخيط كويس وبطلع من الحلقة اللي انا ارتفعت لها دي. وباخد الخيط وبشتغل غرزة حشو. ودي سلسلة بعدها. واروح للاربع سلاسل اللي بعدهم وهنمشي بنفس الطريقة. بدخل وبشتغل غرزة حشو. وهتكرروا الشكل ده. يعني بنرتفع سلسلة وبنرجع تاني نرتفع ونشتغل الشكل اللي بعده او هنسميه بقى الشرشيب بالشكل ده. يعني احنا نمشي بالطريقة دي نمشي كده على الاربع سلاسل اللي كنا بنرتفع بيهم للسطر الجديد. وهنشتغل بالطريقة دي. على فكرة يمش تاخد منك وقتية سريعة. او ده الشكل اللي احنا هنشتغل على جانبين الشيل. انا هكمل بنفس الطريقة كده. على كل الاربع سلاسل. هنا في اربع سلاسل. خلي بن. هشتغل فيهم. تمام. فكل اربع سلاسل انا بشتغل فيهم. هتعامل مع الحلقة دي بتاعت البداية. ان هي فراغ اربع سلاسل وهشتغل فيها برضو. همشي عليها بنفس الطريقة. ودي بعدها الاربع سلاسل اللي بعدها. واربع سلاسل وهكمل على الناحية التانية. بنفس الطريقة كده. وبرضو لما هشتغل هتشوفوا دلوقتي الجزء ده. سريعا هكمل الشكل ده على النموذج المصغر بتاعنا. وخلاص كده بعد ما كملت الشرشيب على القطعة بتاعتي. شكلها في منتهى الرق. الجزء اللي كنت بقول لكم عليه عديت على الحلقة دي. اشتغلت فيها زي ما بشتغل في كل اربع سلاسل بيقابلوني. الغرزة رقيقة جدا جدا. الغرزة بتاعت الشال رقيقة قوي قوي. فما فيش منع ان احنا نشتغل معها شرشيب تدي اضافة زي دي. يعني هي جميلة. وبرضو اللي عجبني فيها ان الغرزة يعني هنقول ان هي وشها زي ضهرة. ده بيبقى جميل بصراحة في شغل الشال المسلس او المستطيل. ان الغرزة تبقى في الناحيتين زي بعض. غرزة جميلة وبسيطة. وشايفين كده من الناحية التانية مفيش اي اختلاف. حتى الشرشيب. الشرشيب برضو الشكل اللي احنا عاملينه ده ملهوش وشه وضهر. مش هتفرق على الناحيتين الناحيتين زي بعض بالزبط. مفيش اي فرق. اعملوا حسابكو لو هتشتغلوا آآ شال متوسط يعني اعملوا حسابكو من اربع لخمس شالات. هيديكم مقاس جدا للشال. وكمان الشغل بتاع الشال ده هيبقى سريع. متنسوش اعملوا مشاركة للفيديو مع كل صحابكو. متنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. وبتمنى منكو كمان آآ مزيد من التفاعل مع القناة. ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر